بريل أول طبعاً لكرة اليد في النادي الأهلي بيستعد يمكن أول يعني اختبار قوي هيقابله هي كأس السوبر الأفريقي وأيضاً بطولة أفريقي لأبطال الكؤوس وبالمناسبة هيشارك فيها الرجال والسيدات دي هكون في إبريل إن شاء الله في الجزائر يمكن الحدثين دول كانوا السنة اللي فاتت على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر نادي الأهلي في الجزيرة ولو تفتكروا نادي الأهلي توج ببطولة السوبر ولم يوفق في بطولة أبطال الكؤوس ولكن السنة دي إن شاء الله الفريق بشكله الحالي باكتمال صفوفه يعني الحمد لله النهاردة عندنا الإصابات قليلة عندنا لعيبة كلها مكتملة هيكون ده أول استحقاق قوي للفريق إن شاء الله في الجزائر سواء السوبر الأفريقي أو الكأس الكؤوس الأفريقية والسوبر الأفريقي أنا أتذكر منه فريقتين هيكونوا معنا هيكونوا فيه نادي الزمالك من مصر ونادي سفورتي الحقيقة ممكن يكون الفريق الرابع من تونس على ما أتذكر بس أنا مش فاكر فريقية ولكن أكيد مباراة مش هكون سهلة هتبقى قبل نهائي ونهائي برضو نتمنى كل التوفيق لميستر ديفيد ديفيد طيب الوضع إيه هل ميستر ديفيد ديفيد هيطلب محترفين عشان بطولة أفريقيا والسوبر الأفريقي؟ وارد إحنا عندنا أخبار وعندنا معلومات إيه اللي بيحصل ولكن طبعا إحنا ما بنقدرش نتكلم ولا نعلن إلا ما النادي الأهل بيعلن عن صفقاته بنفس ولكن جمهور النادي الأهل يجب أن يكون عنده ثقة كبيرة أن إدارة الناشطة الرياضي بقيادة كابتن خادر العوضي أو مجلس الإدارة طبعا بقيادة الكابتن محمود الخطيب بيدوروا على الأكفأ للفريق والأحسن طبعا بعد طلبات أو بعد روكومنديشن بيجي من الجهاز الفني ميستر ديفيد ديفيد هنروح لخبر تاني في كرة اليد والحقيقة مبارح كلنا احتفلنا بأحد البطولات العزيزة علينا وهي الدوري العام أو دوري العمومي لكرة اليد للسيدات حقيقة توجنا مبارح بالبطولة ولكن مبارح كانت مباراة تحصيل حاصل كانت أمام نادي الزمالك بعد ما حسم الفريق الحقيقة البطولة مع أول مباراة في الدورة المجمعة الثانية اللي كانت قدام سموحها خليني بس أقول لحضراتكم ليه الفريق راح لأنهاء مرتاح يمكن أنا دايما كنت بقول وبقول أن نظام المسابقة نصف فريق الأهلي للسيدات أنه كانت نتائج تراكمية خلال طول الموسم فانت رحت على النهايات وانت حاصل أكبر عدد من النقاط سهلك مشوارك الحقيقة مع الفريق رحت على الفاينالز لعبت دورة مجمعة الأولى في نادي الشمس لأن نادي الشمس كان واخد الثاني ولجنة المسابقات بتميز الأول والثاني اللي هو كان الأهلي والشمس دورة مجمعة الثانية كانت على ملعبك في صلاة الأمير عبدالله الفيصل المبارح كان فوس كبير على نادي الزمالك يمكن كان انتهت المباراة بفارق 15 هدف 37-22 في وقت يخلص الشوت الأول 18-10 واستمر طبعا تفوق نادي قالي زي ما حددكم شايفين في الشوت الثاني تفوق كبير جدا يمكن ده يدل على ثقافة الفرقة كابت محمد عدل زولة المدير الفني والجهاز الفني بالرغم أنهم حسموا الدوري قبل مباراة الزمالك المبارح ولكن المبارح البنات بتلعب كأنها مباراة بطولة النهاردة لما تلاقي 15 هدف ومباراة تحصيل حاصل لا ده بيدل أن انت نازل بتلعب بكل قوة لأن مباراة الأهل والزمالك في حد ذاتها بطولة وهي كمان على ملعبك كل التحية لكابت محمد عدل زولة وبالمناسبة ده اللقب الثاني له على التوالي يمكن خسرنا اللقب السنة القبل الفاتكة لظروف الإصابة وتغيير جيل بجيل ولكن النهاردة عندك فرقة طبعا ناصر عيدة عبد الملك كابت الفريق وهي بتحتفل طبعا بدرع الدوري وعايز أقول لكم كمان أن هذا الفريق بيميزه أنه فريق الحقيقة شاب شابات كلهم يعني عمر سنية صغيرة الفريق اللي انتوا شايفينه ده خمس ست سنين إن شاء الله يعني هيكون على قمة كرة اليد السيدات والجميل كمان هم اكتسبوا خبرات أفريقية بمشاركة متوصلة من النادي سواء في بطولة الأمم الأفريقية أو الأبطال سوري بطولة الأبطال الأفريقية وعندك كمان بطولة الكؤوس هم شاركوا فيها فأكيد دام خبرات طبعا صورة الحاضر الغائب كابتل عمري فاروق اللي ليجي يعني دور كبير في هذا الفريق كانت حاضرا برح بقوة في الصورة التسكرية رحم الله العمري فاروق وأكيد طبعا يعني إحنا سعداء بهذا اللقب والفريق ده عنده بطولة الكأس كمان يا مريم سبعة أيام بالضبط الجمعة القادم هنلاعب سبورتينج في قبل النهائي وهنلاعب النهائي غالبا هيكون مع نادي الزمالك ولكن أكيد كابتل خطيب هنلا الفريق كبير طبعا هنلاقوا الحياة يستهلوا التهنئة زي ما انت قلت كابتل هيسم رغم يعني كان المباراة دي تحصيل حاصل ولكن أمام نادي الزمالك الأمور بتبقى متغيرة طبعا يعني يمكن بيبقى ليها طبع خاص ومضاق خاص فأكيد الفوز انبارح كان مهم على الرغم من احنا خلاص كنا حسامنا اللقب الدوري ولكن دايما نحنا بنحب برضو ان احنا نسبة نفسنا وده اللي احنا متعودين عليه من كل فرق النادي الاهلي وعلشان كده طبعا كابتل خطيب هنق سيدات اليد ببطولة الدوري الحان كابتل محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وجه التهنئة للعبات الفريق الاول لكرة اليد والجهاز الفني والاداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة الدوري للعام التاني على التوالي وللمرة الاربعة واربعين في تاريخ النادي واشاد ايضا كابتل خطيب باستمرار الاداء القوي والروح العالية رغم الحسم المبكر للبطولة قبل المباراتين الاخيرتين وهو الامر طبعا الذي يعكس الجهود الكبيرة التي يبدو لها الجهاز الفني ولعبات الفريق لإسعاد جماهير النادي الاهلي القاسم طبعا المشترك والداعم للنادي والفرق الرياضية على كل المستويات سواء المحلية او الافريقية اكد كمان الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة العمل والاستعداد الجيد لبطولة كأس الكؤوس والسوبر الافريقي خلال الفترة المقبلة حتى يحافظ الفريق على مكاناته المتميزة ومساراته النجاحة هيا كاميرا كانت النادي الاهلي كانت موجودة انبارح في قلب هذا الحدث والتتويج الحقيقة يعني كانت صهرة رمضانية استمرت يمكن حتى الساعة واحدة صباحا التتويج اللي كان على صالتنا طبعا وكانوا موجودين وصوروا التقرير ده نطلع نتابع هذا التقرير ونرغالو كمورتاني اشتركوا في القناة